نهار مشق ومنتج لكل العربة إنما كنتم في القارة الأوروبية ومن المحيط إلى الخليج نجو لكم نهار مليء بالتحدي والأمل والإرادة والبداية اليوم مع مواضيعنا الفكرية والثقافية وموضوع قديم متجدد نصحح من خلاله بوصلة أفكارنا وسلوكنا مفهوم الحضارة ومرتكزاتها سيكون لدينا حديث بتفصيل حول هذا الموضوع مع الدكتور مصطفى المومري وهو خبير الإدارة الاستراتيجية والتطوير المؤسسي أهلا وسهلا بك دكتور أهلا وسهلا يا مرحبا دكتور بداية لابد أن نوضح للمشاهدين لماذا لزاما علينا أصلا أن نعيد الحديث حول مفهوم الحضارة والودند حوله المجتمع الإنساني بدون حضارة لا يعتبر مجتمع بشري من الآخر من الآخر يعني المخلوقات على الكرة الأرضية كثيرة يعني خلق الله جميع المخلوقات كأمم وجماعات الذي يميز الإنسان عن غيره أنه مجتمع حضاري أني جاعلهم في الأرض خليفة فالخلافة هنا هي بناء حضارة ولذلك هذا الموضوع هو الموضوع الذي يشغل جميع الأمم نعم طيب دعنا نوضح بتفصيل أكثر ما هو مفهوم الحضارة أصلا حينما نتكلم عن الحضارة يتبادر لكثير من الناس أن الحضارة ممكن تنحصر في العمران في التفاصيل المادية هل البداوة هي عكس الحضارة هل الحضارة هي الاقتصاد والازدهار الاقتصادي الحضارة هي عبارة عن خليط خليط من عوامل مادية وعوامل أخلاقية هذه العوامل مجتمعة في المجتمع هي التي تساعد الفرد في بناء شخصيته الحقيقية وبناء هذا المجتمع لذلك لا تنحصر الحضارة في المرتكزات المادية فإذا رأينا عمران وإذا رأينا اقتصاد وإذا رأينا رخاء كلنا حضارة هذه ليست حضارة في الجهة الأخرى لا تنحصر الحضارة أيضا في القيم الأخلاقية هي خليط بين المقومين أو بين الأساسين هذين نعم طيب حضرتك كونك ذكرت عن أهمية القيم الأخلاقية حتى تسمى الحضارة حضارة أخبرنا عن أبرز القيم الأخلاقية التي يجب أن تتمركز في مجتمعاتنا وتبنى عليها الحضارة هو قولا واحدا حينما نتكلم عن القيم الأخلاقية نتكلم عن القيم الإيمانية نتكلم عن القيم المجتمعية نتكلم عن الأخلاقيات بشكل عام فأي مجتمع له موروث إيماني أو روحاني إن صح التعبير ولذلك دائما يقال أن بدايات أي حضارة هي مرحلة ما قبل الحضارة مرحلة بناء الروح نعم فإذا بني الروح ثم دعم الروح لاحقا بالعقل هنا نقول بدأنا ببناء الحضارة جميل طيب دعنا دكتور لو عدنا بالتاريخ إلى الوراء إلى ما قبل الإسلام هناك كان يوجد العديد من الحضارات حضارة فرعونية يونانية رومانية وما إلى ذلك هذه الحضارات من مفهومنا الآن أو ضمن المفهوم الذي تتحدث عنه الذي يجمع بين القيم المادية والقيم الأخلاقية هل بنيت هذه الحضارات على هذه القيم مجتمعة مجتمعة حتى تسمى بالفعل حضارة؟ وهنا نتحدث عن حضارات قبل الإسلام نعم نعم لعلي هنا سأقول كلام قد لا يعجب الكثير نعم أنا حقيقة حينما نتكلم عن الحضارة اليونانية أو الإغريقية أو الفرعونية أنا لا أعتبر هذه حضارات لأنها بنيت على أسباب مادية بحتة ولذلك الحضارة الحقيقية هي الحضارة التي لا تموت الحضارة الحقيقية قد تمرض لكنها لا تموت ولذلك حينما أقول حضارة الفرعونية أين الحضارة الفرعونية الآن؟ أو حينما أقول حضارة اليونانية أو الإغريقية يعني يوجد آثار أثار قد نسميه نمو قد نسميه ازدهار قد نسميه أي شيء لكن أنا لا أستطيع أن أسميه حضارة هذا رأيي الشخصي طبعا نعم لكن عذرا دكتور ألم يكن هناك بعض القيم الأخلاقية التي بنيت عليها حتى الحضارة الرومانية واليونانية كان يوجد منظومة أخلاقية ولذلك قد نقول أنها في مرحلة ازدهار أو في مرحلة من مراحل ازدهارها قد تكون هناك بعض الأسس أو القيم الأخلاقية نعم ومجرد ذهاب هذه القيم الأخلاقية اندثرت هنا نسأل أنفسنا سؤال من أين يأتي مصدر هذه القيم الأخلاقية إذا كان مصدر له استدامة كأن يكون مصدر إيماني مصدر روحاني هنا نقول أن هذه القيم الأخلاقية تتجدد بين فترة وفترة أما إذا كان مصدرها بشري فقد تندثر هي أيضا نعم يعني أنا ولو أسحبت في هذه النقطة قليلا دائما أنا أقول أستطيع أن أقسم الحضارة إلى ثلاث حضارات الرابعة قد تكون هي تخلف وسقوط نعم يعني كمصفوفة بسيطة أنا كنت قد رسمتها سابقا الحضارة التي تقع بين الأسباب المادية والأسباب الأخلاقية هذه أنا أسميها الحضارة المزدهرة عندي مقابلها الحضارة التي قد تكون مبنية على القيم الأخلاقية ولكن ليست على الأسباب المادية هذه أنا أسميها حضارة مخدوعة مثل وضعنا حاليا دائما نفتخر بقيمنا وأخلاقنا وأننا الأمة الوحيدة التي لا زال لديها الترابط الأسري والاجتماعي والجوانب القيمية والأخلاقية ولكن حقيقة نحن في مرحلة مترهلة نعم فأنا أسميها حضارة مخدوعة نعم بفضل الله لدينا مزايا عن كثير من الأمم والدول حاليا فأنا أسميها حضارة مخدوعة ولذلك دائما ما نفتخر بتاريخنا وكذا هي حضارة لكنها مخدوعة ثم عندنا قسم ثالث وهي الحضارة التي تقع بين الأسباب المادية لكن لا توجد لديها قيم أخلاقية هذه أنا أسميها الحضارة الخادعة الحضارة الخادعة نحن منبهرين حاليا مثلا والله بالعالم الغربي بالقوة الأمريكية بالكذا هي حضارة لكنها خادعة الدليل أن هذه الحضارة أبسط مشكلة قد تقع لها تنهار وهذا ما حصل للحضارة القديمة التي تحدثت عنها مع الأسف هناك قسم رابع وهي الأمم التي لا توجد لديها لا قيم أخلاقية ولا أسباب مادية هذه لا نستطيع أن نسميها حضارة خارج نطاق الحضارة أصلا هنا أنا تقريبا وصلت إلى ثلاثة أنواع من الحضارات الحضارة المزدهرة وهي التي جمعت بين الأمرين حضارة مخدوعة التي لديها قيم أخلاقية بس مع الأسف لم تأخذ بالأسباب والحضارة الخادعة التي أخذت بالأسباب لكنها ليست مبنية على القيم الأخلاقية من التاريخ أين يمكن أن تسقط مفهوم الحضارة المزدهرة أو نوع الحضارة المزدهرة الحضارة المزدهرة في تاريخنا نحن أستطيع أن أقول هي الحضارة الدولة الأموية مع الدولة العباسية كانت في أرقى نعم الدولة العباسية في أرقى ازدهارها طبعا مرت حضارات يعني مرت مراحل ازدهرت فيها الحضارة الإسلامية لكن مالك بن نبي رحمه الله كان صنف الحضارة أو مرحلها على ثلاث مراحل مرحلة ما قبل الحضارة ومرحلة أثناء الحضارة ومرحلة ما بعد الحضارة هو تقريبا أثقب مرحلة ما قبل الحضارة هي مرحلة العرب قبل الإسلام ومع بداية الدعوة المحمدية صلى الله عليه وسلم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وهي مرحلة الروح نلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني جاء لأمة لا توجد لديها حضارة عندها عادات إنما أتيت لأتمم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق ولكن لم تكن حضارة نعم فبدأت هذه المرحلة بمرحلة الروح بناء الروح بناء القيم بناء الأخلاق نعم المرحلة التي بعدها مرحلة أثناء الحضارة اللي هي مرحلة العقل ولذلك أنا ليش قلت الدولة العباسية لأن الدولة العباسية بدأت تأخذ العلوم بدأت تأخذ العلوم الفلسفية العلوم العلمية فبدأت تمزج ما بين الروح والعقل متى ما وصلت أي أمة لهذا المستوى مرحلة الروح والعقل تكون في أزهى مراحلها ولكن مع الأسف حينما تصل أي أمة أو أي حضارة لهذا المستوى ويبدأ يغلب العقل على الروح تتحول إلى مرحلة ما بعد الحضارة وهي مرحلة الغريزة ولذلك نفسها الدولة العباسية وغيرها من الدول في الأندلس نلاحظ أنهم تحولوا من التطوير الأخلاقي والقيمي من جهة والعقلي والعلمي من جهة أخرى إلى القصور الشكليات الحياة مظاهر الحياة فوقعوا في الغريزة فهنا حصلت مرحلة سماها مرحلة ما بعد الحضارة وهي مرحلة الغريزة إذن عندي مرحلة الروح مرحلة العقل ومرحلة الغريزة نعم إذن تحدثت عن مراحل الحضارة هناك معادلة للحضارة نعم هناك معادلة أيضا تكلم فيها كثير ممن تحدثوا من مفكر الحضارة وعلى رأسهم مالك بن نبي رحمه الله أن أي حضارة لا تقوم إلا على ثلاثة عناصر الإنسان والتراب والزمن نعم وضرب مثال بسيط يعني يعني على سبيل المثال أن الإنسان التراب الزمن هذه الأشياء الثلاثة موجودة في كل زمان ومكان ولكن إذا حصل خليط أو تفاعل بين هذه الثلاثة العناصر توجد الحضارة مثلا الورقة الورقة هي من لحاء الشجر مثلا نعم الشجر موجود من زمان والإنسان موجود من زمان والزمن موجود متى وجدت الورقة حينما جاء الإنسان وأخذ لحاء الشجر مثلا واستفاد من تجارب وخبرات من قبله فأوجد على سبيل المثال هذه الورقة نعم فهذا مثلا مخرج من مخرجات الحضارة فهنا دائما نقول إذا يعني حينما نأتي للإنسان نأتي للإنسان بعلمه بأخلاقه بقدراته بمهاراته ثم نأتي إلى التراب والذي يرمز إلى المادة طيب المادة يعني كل المادة يعني لماذا نحن مثلا ننظر للغرب الآن بأنهم أمم متطورة هم استغلوا هذه المادة بناء على المعارف والعلوم وتقدم وتقدموا فالتراب هنا يمثل المادة يمثل الوطن يمثل الإمكانات المادية ثم عندي الزمن وهو الذي يمثل مسألتين مسألة التجارب والخبرات والمعلومات المتراكمة وأيضا يمثل الرؤى المستقبلية لأي أمة أو أي حضارة نعم طيب دكتور لو جئنا لواقعنا الحالي وتحليل لواقعنا الحالي نحن ما زال لدينا مجموعة من القيم الأخلاقية التي نتشبث بها في العالم العربي والإسلامي هل يمكن القول أنها مرتكز أساسي يمكن البناء عليه لنصل لمرحلة من مراحل الحضارة بشكل أو بآخر في يوم من الأيام أم ما زال ينقصنا الكثير يعني هناك نظرة تشاؤمية تفاؤلية في نفسه نعم ولكن الذي أرى أننا حاليا ودائما هذه أذكرها في كثير من اللقاءات والندوات والمؤتمرات دائما أقول أننا حاليا في مرحلة النهوض الحضاري نحن حاليا في مرحلة النهوض الحضاري في مرحلة الاستفادة من التجارب والخبرات نعم في مرحلة مراجعة أنفسنا في مرحلة استلهام الدروس والعبر فنحن حاليا في مرحلة النهوض الحضاري ولذلك هناك دائما توصيات يعني أنا أذكرها لكثير من من نتناقش معهم حول هذا الموضوع أننا يجب في هذه المرحلة أن نؤكد على أننا في مرحلة العمل الجمعي ولسنا في مرحلة العمل الفردي أننا أن نركز على الأفكار الأصيلة وليست الأفكار المميتة من الأسباب التي حصلت لنا يعني حتى لا أطل عليكم من الأسباب التي أثرت فينا سلبا أننا في مرحلة في العقود الماضية في الفترة الماضية أننا ركزنا على الأفكار المميتة ولم نركز على الأفكار الأصيلة مثال ذهب طلاب عرب وطلاب يابانين إلى الغرب في مرحلة نهضت هاتين الأمتين اليابانين ركزوا على الأفكار الأصيلة فأخذوا من الغرب أخذوا اختراعاتهم ابتكاراتهم معادلاتهم ولم يأخذوا أي تقاليد أو عادات غربية قالوا إحنا مجتمعنا لنا عاداتنا وتقاليدنا وموروثنا نعم جماعتنا رحوا أخذ من الأفكار المميتة أنه والله إحنا سبب تخلفنا هي عاداتنا تقاليدنا معتقداتنا موروثنا نعم وتركوا الأفكار الأصيلة فإحنا الآن في مرحلة حقيقة مراجعة أنفسنا ويجب أن نركز على الأفكار الأصيلة ما الذي يميزنا حاليا دكتور كمجتمعات عربية وإسلامية حقيقة الذي يميزنا كما قلت في بداية اللقاء هذا أننا بفضل الله ما زلنا رغم ما فينا من مشاكل أننا أفضل من غيرنا فيما يخص الجانب الأخلاقي أو القيم الأخلاقية ما زلنا أمم متماسكة ما زلنا يعني متماسكين اجتماعيا أسريا ما زالت كثير من السوابت والقيم تحكمنا وهذا أمر جيد طبعا لا أريد أن يتبادر للذهن أنني أيضا أؤكد على وقوع البعض في اخطاء الارتباط بعادات وتقاليد ليست من من قيمنا الحقيقية نعم هذا الذي يميزنا يميزنا أن لدينا العقول جميل الفذة يميزنا لدينا المبادرة يميزنا أن لدينا المبادرة حقيقة كأفراد يشكل عندنا يعني عندنا نقطة معينة وهو ما زالت عندنا مشكلة حول العمل الجمعي كأمة ولذلك في بداية تعريف الحضارة أنها عبارة عن قيم أخلاقية ومادية مجتمعة تعمل على توزيع المهام والأعمال على الأفراد كل في موقعه جميل يعني حقيقة شكرا جزيلا الدكتور مصطفى المومري على هذه الإضاءة الحضارية ضمن هذا الموضوع يعني وجبة ثقافية دسمة أعطيناها للمشاهدين في بداية هذه الحلقة خبير الإدارة الاستراتيجية والتطوير المؤسسي الدكتور مصطفى المومري شكرا لك شكرا لك